Artificial Intelligence and Machine Learning الزكاء الاصطناعي وتعلم الآلة مصطلحين شائعين جداً اليومين دول والكم سنة اللي فاتوا بيتم استخدامهم بتبادل لوصف برنامج أو نظام ذكي وعلى الرغم ان الArtificial Intelligence والMachine Learning بيعتمدوا بشكل أساسي هما الاتنين على الإحصاء والرياضيات إلا ان هما الاتنين مش نفس الشيء في فيديو النهاردة هنتكلم ان شاء الله عن Artificial Intelligence والMachine Learning ونوضح الفرق ما بينهم بأمثلة عملية عشان نمحي ان شاء الله أي لغبطة بينهم سيرفر ديسكورد الخاص بالقناة هتلاقي الروابط في الوصف تحت أولاً إيه تعريف الArtificial Intelligence أو الAI زي ما بيتقال عليه الAI هي قدرة الكمبيوتر أو الآلة على تقليد زكاء البشر من ناحية البيهيفير أو السلوك يعني القيام بالمهام زي ما البشر بيعملوها وساعات يمكن أحسن بكتير في مجالات معينة بمعنى آخر الArtificial Intelligence بيحاول يؤدي المهام اللي بتتطلب زكاء بشري زي التفكير زي المنطق زي التعلم من التجارب وأهم من ده كله اتخاذ قراراته الخاصة جون مكارثي عالم الحاسبات وArtificial Intelligence كان بيقول Artificial Intelligence is the science and engineering of making intelligent machines شفتوني وأنا بقى وجلساني الزكاء الاصطناعي هو علم وهندسة صناعة الآلات الزكية إحنا وصلنا لمستوى أن Artificial Intelligence بيقدر يقوم بالمهام بشكل جيد جداً بس لسه ما وصلش للقدرة على التفاعل مع الناس على مستوى عاطفي حقيقي باحثين Artificial Intelligence والNeuroscience اللي هو علم الأعصاب متفقين أن أشكال الArtificial Intelligence الحالية ما يقدرش يبع عندها الاموشنز أو العواطف الخاصة بيها طبعاً إلى حد ما فيه AI بيقدر يئيز بعض العواطف ويفهمها ويقلدها ويتفاعل معاها كمان ولكن إحنا بعيدين كل البعد عن أن AI يبقى عنده زكاء عاطفي زي الإنسان بالزبط ويقدر يتصرف على هذا الأساس لا لسه بعيد خلينا دلوقتي نشوف بعض الأمثلة على الزكاء الاصطناعي في الحياة الواقعية أول مثال هو عن الروبوتكس وبالتحديد الروبوتات الصناعية الروبوتات دي من اسمها بتستخدم في الصناعات وبتقدر تقوم بمهام معقدة جداً دون أي تدخل من الإنسان من مميزاتها أنها بتقدر تقيم نفسها من حيث الدقة والأداء كمان بتقدر تعرف إمتى ممكن تكون محتاجة صيانة عشان نتجنب أي داون تايم أو أي وقت مش هتبقى شغلة فيه لأن دا بيكلف المصانع كتير جداً طبعاً كمان على العكس الإنسان بتقدر إنها تشتغل على طول في أي بيئة جديدة أو غريبة عليها مش بتحتاج وقت زي الإنسان إنها تتكيف شوية عشان تقدر تدي أفضل ما عندها يعني أنا مثلاً لو كنت روبوت كان زماني بأعمل الفيديو دا وأنا كده مستريح جداً ما عنديش أي مشاكل مع الحر الغريب اللي فلات في أداء دا دلوقتي وما كنتش هحتاج تاكيف يكيفني عشان عارف أعمل الفيديو اسموم كده البرسنل أسيستنت أو المساعد الشخصي دي أداء للتفاعل بين الإنسان والزكاء الإصطناعي زي مثلاً أشهرهم أليكسا من أمازون كورتانا من مايكروسوفت جوجل هوم من جوجل وسيري من أبل البرسنل أسيستنت دي كلها مهمتها إن هي تسهل حياة الشخص وترفع عنه شوية دا بيتم بكذا طريقة زي إنها بتقدر توفر له معلومات بشكل سريع جداً تحجز له قتلات تجاوبه على أسئلة تزبط له الموعيد والميتنجز بتاعته تحطهله في الكالندر تبعت رسائل وإيميلات تشتري له منتجات تشغل له مزيكة وحاجات تانية كتير الروبوتكس والبيرسنل أسيستنس كانوا مثالين كده على السريع ولكن طبعاً فيه أبليكيشنز وامثالة كتير جداً مش هنعرف نغطيها في الفيديو دا وحنعمل فيديو مخصوص نتكلم عليها إن شاء الله لأنه موضوع مثير جداً للاهتمام نخش بقى على ال--rümansق أو تعلُّم الآلة ال- Machine learning هو جزء منrence بص كده على الفينديجرام دا هتلاقي ال- Machine Learning جزء منظ package وال- Deep learning جزء من ال- machine learning وال- Data science وغدة منهم كلهم إلى جانب أشياء أخرى طبعاً ال- Machine learning هو الجزء المتعلق بالقدر على التعلم تلقائياً من البيانات المتاحة أو التداتا بدون برمجتها بشكل صريح أو احتياج لخبير في المجال كلمة learning في machine learning أو تعلم في تعلم الآلة معناها قدرة الآلة على التعلم استناداً إلى بيانات والجوريثم قادر على تدريب model أو نموذج وتقييم أداء وقدرته والقيام بالتوقعات على هذا الأساس على سبيل المثال انت ممكن تدرب system باستخدام supervised machine learning algorithm زي مثلاً الrandom forest أو decision trees خلينا اشرح لك يعني ايه supervised machine learning algorithm سريعاً كده المقصود بيه هنا تدريب model أو نموذج معين عن طريق أننا اللي بتديله ال data وبديله كمان output أو النتيجة الصحيحة للمفروض تطلع من data دي يعني على سبيل المثال خلينا نقول ان احنا عايزين نبني model أو ندرب system على أساس انه يتعرف على القطة والكلاب يشوف صورة للقطة يقول دي قطة يشوف صورة كلب يقول ده كلب في الحالة دي أنا هفضل أدرب الموذل أو النموذج بتاعي من خلال ان انا هفضل أديله صور قطة وأقوله دي قطة وأفضل أديله صور كلاب وأقوله دي كلاب مش قصدي حاجة والله الموذل هيفضل يتعلم كل ما بيشوف inputs أكتر وأكتر وأكتر كل ما تزيد accuracy أو الدقة بتاعته لحد ما حنوصل لمرحلة أننا خلاص مش هحتاجة أديله output كمان أنا حبق بعد كده أديله بس ال input أقوله أديله صورة أقوله ها دي قطة ولا كلب وهو يقدر لوحده يعرف ويميز دي قطة ولا كلب وهو خلاص تعلم من الطريقة اللي أنا علمته بيها أننا كنت أديله ال input والoutput الصحيح هدف ال machine learning بقى هو تمكين الألات أو الماشينز أنهم يتعلموا بنفسهم عن طريق ال data المتاحة لهم وعلى أساس ال data دي يقوموا أو يعملوا توقعات صحيحة على قد ما يقدروا خلينا نشوف بعض الأمثلة أول مثال هو product recommendations وده يمكن من أشهر الأمثلة معظم مواقع ال e-commerce دلوقتي زي مثلا amazon.com وده مش إعلان بالمناسبة والسدي من أشهر يعني المنصات بتستخدم موضوع product recommendation ده هتلاقيها دايما بترشح لك منتج عشان تشتريه الترشيح ده ممكن يبقى أثناء عملية شراء منتج معين بحيث أن هو يعرض لك منتج زي تصله ممكن تكون محتاجه مع المنتج اللي انت بتشتريه دلوقتي أو مجرد ما انت بتدخل على الموقع كده بسم الله الرحمن الرحيم بيتلاقيه قبل ما انت تدور عرض لك بعض المنتجات اللي انت ممكن تكون مهتم بشراءها اللي هو نظام هتشتريها هتشتري يعني انت أصلا ممكن في الآخر تدخل وتطلع وتشتري حاجة انت ممكن تش محتاجها خالص ولا على بالك أساسا طبعا الترشيحات دي كلها بتتم على أساس إيه اللي انت بتحبه أو اشتريته قبل كده أو مجرد بصيت عليه والترشيحات دي مش بس بناء عليك انت على فكرة هي بناء عن ناس اللي ممكن كمان تكون شبيهة ليك في اهتماماتها فهو كمان بيتعلم من الصلة ما بين اهتمامات الناس ويحاول يقولك آه ده فلان اللي هو اشترى حاجات زيك أو شبهك شوية حب ده فانت كمان ممكن تحبه أو تحب تشتريه تقدر بقى تتخيل حجم الداتا المتوفر للمواقع دي بالذات ان دي مواقع يعني تقريبا مكتسحة ومحتكرة السوق من ناحية الإي كوميرس ده الموقع نفسه اسمه سوق وبالمناسبة امازون اشترت سوق في 2017 اللي هو محدش هيبيع هنا عن نت غيرنا كم الداتا اللي عندهم ده على فكرة شيء مخيف مش شيء بسيط وفكر ليه كده واكتب لنا في التعليقات نشب شوية مياه عشان يا حمود يا جدعي مش قدر بجد الحرحة يا مش طبيعي من الامثلة الاخرى بقى غير الـ product recommendations حاجة زي الـ email spam filters كلنا اكيد بيجي لنا الاميلات التسويقية اللي احنا ما نعرفش اصلا جات لنا منين وإيه علاقتنا بيها والاميلات اللي ممكن يكون فيها بعض النصب وكل الاميلات دي بتندرك تحت مسمى spam email زمان الموضوع ده كان مشكلة كبيرة وكان ممكن يتسبب لبعض الناس في أزا شخصي وكانت الاميلات دي بسهولة جدا بتتوغل بين ايميلات الـ inbox المهمة وبتملح حياتنا باميلات لا يعني ما لهاش اي اهمية مجرد انها موجودة تقريفنا وخلاص حاليا في تحسن كبير جدا في الموضوع ده لان بسبب الـ machine learning بقى فيه أدوات بتقدر تتعرف وتفهم الـ spam emails دي وتفلطرها وتشيلها من الـ inbox الاساسي بتاعنا الجيميل واليهو مثلا مش بس بيستخدموا spam filtering machine learning algorithms عادية كده بقواعد سبتة وخلاص لا الخوارزميات دي بتطور من نفسها في كل عملية filtering بتعمله يعني كل email spam بتعمله بتتعلم منه حاجات جديدة والحاجات الجديدة دي بتطبقها على اللي هتعمله بعد كده فبالتالي بتطور من نفسها في انها تبقى احسن واحسن في filtering spam emails دي طبعا فيه برضو امثلة كتير جدا غير اللي انا قلتها في المachine learning وتطبيقات في الحياة العملية وحاجات حوالينا طول الوقت ممكن نكون احنا مش حاسين بيها ولكن نظرا لان ده الويك اند وانا متفهم ان انت عايز نتفليكس انتشيل مش عايز اطول عليك بس نتفليكس شركة مش كويسة على فكرة باختصار سريعا كده خلينا اقولك بقى ان الفرق بين الAI او الartificial intelligence والmachine learning هو ان الAI بيحل مشاكل او بيقوم بمهام محتاجة زكاء بشري اما المachine learning فهو جزء من الartificial intelligence متعلق بالتعلم من خلال البيانات او ال data المتاحة وقيام بالتوقعات على هذا الاساس ده معناه ان كل المachine learning هو AI ولكن مش كل الAI machine learning ما تنساش بقى تعمل فلق على تويتر وتخش على سيرفر ديسكورد لان ان شاء الله هتستفيد جدا من الحاجتين دول لو عايز تدعمني وتدعم محتوى القناة ممكن تنتسب للقناة من خلال زرار join تحت او انتساب وتحصل على بعض المميزات هتفرحني جدا طبعا لو عملت لايك للفيديو وهتشرفني جدا لو عملت subscribe او اشتراك لو انت لسه مش مشترك بتعمل يا راجل او يا ست يعني بس يا بتتقال كده معلش كلكم اخواتي شكرا لكم على حسن الاستماع اتمنى تكونوا استفدتوا واشوفكم المرة الجاهة ان شاء الله السلام عليكم 副 이게 перв تعالي جدا كواليس سببها ابليس الAI هي قدرة الكمبيوتر او الالة الكمبيوتر القيام بالمهام انا همام في امستردام اسمي امني مش همنام وساعات تي احان بكتير 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 وفي طير همطير كواليس بفلوس الناس بالدوس جون مكارثي عالم مكارثي مكارثي ما تيجي توضع كورثي جون مكارثي عالم الحاسبات مكارثي دي بتطلع ضحكة قوي Artificial intelligence is the science and is the science برضو شاينفع كده يا لدفيا اللي بتعملي فينا